اكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 28 يعد فرصة للتنبه إلى أهمية تربية النشأ على العناية بالبيئة والمناخ والإسهام في الحد من التلوث جاء ذلك لدى مشاركة سعادة الوزير في إطلاق مركز التعليم الأخضر في مؤتمر الأطراف إرث من أرض زايد الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع منظمة اليونيسكو ولوها سعادة الوزير بمضامين المناهج التعليمية في المدارس ومؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين والتي تعزز من الوعي البيئي لدى الطلبة وتزودهم بالمعارف اللازمة إضافة إلى المبادرات والأنشطة التي تشجع الطلبة على الزراعة وابتكار الحلول وتنفيذ المشاريع الصديقة للبيئة وأشهد الوزير بتنظيم دولة الإمارات لهذا الملتقى العالمي الهام الذي يجمع صناع القرار حول العالم للتباحث في قضايا البيئة والمناخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة